سالم الماجري الكاتب العام الجيهوي لنقابة الأمن العمومي والناطق الرسمي باسم التنسيقية الجيهوية لنقابة قوات الأمن الداخل سالم نحكيه على تلقيح عوان الأمن بديته بعدد لكن مزيل مكتمل بالنسبة للتلقيح بدينا في جزء معناه جزء ما هو جزء مهم احنا اليوم في اتصال مع رئيس لدارة فرعية لهنا سينابيل وحثيناه على انه العوان راي معرضة معناه في الواجهة الأمامية لهناه في مجابات الوباء ذاه وعدونا ان شاء الله بحاول الله في وسط الجمعة الداخلة مش يتم تلقيح زادة جزء كبير اخر من اعوان الأمن حتى اللي اقل عمارهم من خمسين سنة بحاول الله تلقاه في المزيل والله مزيل استنى في دوري باش تلقاه عادل الطالبي منسق جاون نقاب قوات الأمن الداخلي بولاية القيروان حد نحكيه على دوركم في تطبيق قرارات الحجر الصحي الشامل دور الأمن مهم بالنسبة لدورنا كما تشوفوا كما عينتوا وانتوما شوارع ولاية القيروان صحيح فما بعض الانفلاتات اللي نسموها لكن رأوا بالنسبة للحجر الصحي الشامل أنا قاعدين نتبقوا فيه ثم دوريات متركزة في جميع المفترقات في جميع شوارع مدينة القيروان قاعدين نتبقوا فيه المشكلة هي نرجع ديما لنفس الاشكال اللي هو غياب الوعي لدى بعض المواطنين ما نقولوش المواطنين الكل تم غياب وعي ثم شوية استهتار لكن احنا قاعدين نتبقوا في الحجر الصحي بنسبة عالية جدا ومشكورين زملائنا اللي نوجهولهم بالمناسبة هذي نوجهولهم تحية لجميع الأسلاق الأمنية بولاية القيروان قاعدين مضحيين يخدموا صباح وعشية وحتى الليل يعني باش يخلونا نطبقوا للقرارات هذي اللي جات من اللجنة العلمية وان شاء الله رب يوفقنا باش نجاوز ونمروا من الأزمة اللي قاعدين عايشينها في بلادنا ورب يوفقنا ويوفق تونس الكل احنا 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 اح شيء